لا يستخلفنهم في الأرض أكو بعض العامة يفسرون هذه الآية بالفتوحات التي صارت بعد عهد الرسول صلى الله عليه وآله لكن هذا ليس بالصحيح ليش؟ لأن الآية تقول لا يستخلفنهم في الأرض يعني كل الأرض ومن بعد الرسول لم يحكم المسلمون كل الأرض نعم في نهاية العهد الأموي وبداية العهد العباسي ورقعة الدولة الإسلامية هذه رقعة كبيرة كانت لعله وصلت إلى خمس المعمورة لكن ليس كل الأرض ليستخلفنهم في الأرض يعني كل الأرض إذا واحد قال لا الأرض يعني بعض الأرض زين إذا بعض الأرض هو المقصود فرسول الله صلى الله عليه وآله أولى بهذه الآية من الصحابة الذين جاءوا بعده لأن رسول الله فتح مكة ومكة أهم من بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد مصر إذا المقصود فتح بعض الأرض بعض الأرض والحكومة فيها فرسول الله أولى بهذه الآية من غيره من الصحابة ليش تحملها على فتح بلاد فارس وبلاد الروم ولا تحملها على فتح مكة وفتح مكة أهم من فتح بلاد فارس والروم لذا الله سبحانه وتعالى قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأن مكة أهم أول أرض أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين هذا أهم لذا الله سمه الفتح المبين فإذا المقصود بعض الأرض فالآية رسول الله صلى الله عليه وآله وفتوحاته أولى بها لكن المقصود بالآية كل الأرض وهذا لم يحدث في زمان من الأزمنة لحد الآن وإنما هو سيتطبق على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي روت الخاصة والعامة أنه يحكم الأرض كلها لذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول في تفسير هذه الآية قال هم الأئمة هذه الآية في الأئمة مو في الصحابة إذا واحد يجي يقول أن الأئمة لم يحكموا إذا الإمام المهدي سيحكم كل الأرض أما الأئمة باستثناء الإمام أمير الممين والإمام الحسن حكموا بعض الأرض لفترة معينة إسار الأئمة لم يحكموا أصلاً فكيف يقولهم الأئمة هذا إما يفسر بالرجعة كما في روايات متواترة أن الأئمة واحداً واحداً الله سبحانه وتعالى يحييهم والله قادر على ذلك فيحكمون الأرض أو المراد المجموع من الأئمة إذا واحد منهم حكم فكأن المجموع حكم باعتبار حكومة واحد منهم يصح أن يقال هم الأئمة لأن الحكومة حكومتهم ولو أن الحاكم واحد منهم كما في تلك الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره يعني تكون الغلبة للدين كله هل في زمان من الأزمنة من زمان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله إلى هذا الزمان الإسلام تغلب عسكرياً على جميع الأديان في جميع أنحاء المعمورة كله في زمان الرسول الإسلام سيطر على جزيرة العرب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في زمان بني أمية في زمان بني العباس قبلهم بعدهم المسلمون حكموا رقعة واسعة من الأرض لكن ليس كل الأرض لم يتغلبوا على الكفار في كل الأرض مع أن الآية تقول ليظهره على الدين كله هاي تفسير الآية لحد الآن تقول الآية لم يقع وإنما سيكون في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجوه الشريف الذي رايت لا إله إلا الله سترتفع فوق جميع أنحاء المعمورة لذا الإمام الصادق في هذه الآية يقول هم الأئمة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ترجمة نانسي قنقر